مرحبا بكم. رجعنا لكم وصفة جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير. ما لا اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس. شكرا الكثير لكم. يلا بي. تقيق ثلاثمائة غرام. سكر ثلاثين غرام. ملح خمسة غرام. خميرة خمسة غرام. سجم المكونات مع بعض. حليب سائل مية خمسين غرام. بحرارة الغرفة. خمسين غرام زبدة زائبة. على المكرويف او على المقود. فقط عشر ثواني. او بحرارة الغرفة. عجن جيد. نبودة عشر دقائق. حتى تنسجم مع بعض. هنضيف. اللي ما عنده ميزان. اعيار الكوب. اللي هو بديل للميزان. اللي ما عنده ميزان. يجعل العجين تسترخي. ترتاح. خمسة عشر دقيقة. هذا اللي ما عنده ميزان. عيار الكوب. والكوب الاحمر. والبلاستيك نفس الحجم. تقريبا 200 غرام او 200 ميلي. على الدقيقة. الزبنة. السكر. والخميرة. والبيب. هيك بعد مرتاحة 15 دقيقة. نفرد العجنة. ونوضع داخلها. الجبنة. طبعا لا ننسى ندهان صنية. بالزبدة. او بالزيت النباتي. او ورق الزبدة. اذا متوفر. الفرد العجنة قليل. نسمى وضحها. على الصنية. نعمل. بعد الصقوب. بالاصابع اليد. ندهانها. خليط الماء والبيض. طبعا بيضة. عليها ماء. وخفقناها مع بعض. بعد ما ندهان. نوضع السمسم. والزعتر. نتركها ترتاح نصف الساعة. طبعا الزينة اختياري. نوضعها في الفرن. من فوق ومن تحت. اعلى الشيء الحرارة. تقريبا اخذت مياه ست دقائق. مثل ما حكينا الزينة ممكن تحط سمسم توضع. لوحده. اممكن حب البركة لوحده. اي شيء اممكن بدون زينة. صحة والف عافية. اتمنى ان اشتركوا في القناة. تفعيل زر الجرس. شكرا الابتداء لكم. مع السلامة.